السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة نهاردة مع فيديو جديد هنتعلم ازاي نصنع الشحم الصديومي الشحم زي ما احنا عارفين بتكون من زيت واضافات وفقط الشحم يا جماعة اللي نعمله حطينا المقادير والموازين هنبتدي نسخن المكوناتنا بعضها اقصى درجة حرارة ممكن اوصل لها هي 85 درجة مقوي فطبعا انا بشيك دايما على درجة الحرارة بالترمومتر معايا ترمومتر زجاجي هحطوه ممكن استخدم اي ترمومتر ديجيتال ما فيش اي مشكلة وايس درجة الحرارة بحيس ان درجة الحرارة ما توصلش الى درجة اعلى من 85 درجة علشان وانا بصنع هكون وفرت في استخدام الحرارة يعني هي جز ان انا اوصل ل 85 درجة بتكون المكونات كلها موجودة اه في الكاس اه بشيك من وقت للتاني طبعا بقلب بقلب كويس عشان المكونات تمتازج احنا لسه في المرحلة الاولى في التسخين وبشيك كل فترة اه بالترمومتر على اه درجة الحرارة ولازم نتعلم مع بعض يا جماعة ان الشحم عبارة عن اه شبكة الشبكة احنا دايما بنشاب الشحمة جماعة عارفين الليفة بتاعت المطبخ السفنجة السفنجة بتاعت المطبخ عبارة يبقى الشحم مكونة من اه الصبونة وزيت الصبونة وزيت السفنجة بتاعت المطبخ دي اللي احنا بنعرفها دي الصبونة هي الصبونة هي الشبكة اللي بتشيل الزيت اه تمام هنا دلوقتي وصلنا المكونات كلها ساحة مع بعضها ودابت هيفضل معي بعض المكون الاخير هبتدي اه طبعا بعد المكونات كلها ساحة جماعة ودابت مع بعضها وامتازك كما احنا شايفين اه هنبتدي نضيف المكون الاخير اه ولكن لازم ابرد اه لدرجة خمسة وخمسين درجة مقوية يبقى المراحل ابتدت من اه التسخين لخمسة وتمانين درجة مقوية لازابة المكونات بعد كده هضيف مكونات اخيرة طبعا بشاك درجة الحرارة درجة الحرارة اه بتاعت المكونات الاخيرة اللي نهضيفها اه لازم تبقى عند اه درجة خمسة وخمسين درجة مقوية عشان احافظ على اه قوام الشحمة اه دي المكونات الاخيرة هضيفها يا جزا ما احنا شايفين وهنقلب كويس جدا مفروض دي طبعا عينة استرشادية فاحنا بنقلب بعد موصلنا درجة خمسة وخمسين بنقلب كويس اوي اوي ومفروض يكون التقليل بسريع علشان احصل على قوام الشحمة حصلنا دلوقتي ابتدى الشحمة ديني القوام بتاعه فلازم يقلب كويس اوي 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 علشان احصل على شحمة زاد قوام قوي وآآ متجنسة آآ ده الشحمة الصديوم يا جماعة آآ الشحمة زي ما قلنا هي صابونة وزيت الصابونة زي ما بيقول بتشتغل زي الليفة والزيت بيتخلل آآ الليفة فاعتبر في الآخر الشحمة بالشكل ده ومعلومة تانية جماعة يعني آآ ده شحم صديومي ده شحم صديومي آآ ولا آآ بيستخدم في المناطق اللي ما بيوصلهاش مية آآ ده شحم صديومي اصفر زي ما احنا شايفين لازم يقلب كويس اوي اوي فطبعا انا بصنع الشحم لازم يكون الالاب عندي قوي على اساس احصل على آآ شحمة آآ كويسة آآ وهم حاجة في تصنيع الشحم ان لازم آآ تكون الخامات بتاعتي باسعار ممتازة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته